ترجمة نانسي قنقر كما في حديث أسمى بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه فقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فلحوم الخير حلال والضبع كذلك حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه أصيد هو قال نعم فهو صيد يجوز أكله نعم والضب يا شيخ الضب كذلك يجوز أكله لأنه يتغذى بالأعشاب والأشياء الطيبة نعم أحسن الله ليكم هذا الأخ يقول وكذلك وكذلك أكل الضب أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك واعتذر عن كونه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه أنه لم يعتده وليس بأرض قومه نعم ترجمة نانسي قنقر